إذا كنت مستخدما جديدا لإنسايتس بنشماركينج أند آنالاتيكس فإن الخطوة الأولى هي إنشاء حساب شخصي جديد إذا كنت مسجلا من قبل في واب أوف ساينس فقم بالتسجيل في إنسايتس باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة السر ذاتهم بمقرر تسجيل الدخول يمكنك الاستفادة من جميع ميزات إنسايتس بنشماركينج أند آنالاتيكس بما في ذلك حفظ التقارير ومشاركتها وإنشاء لوحة حكم مخصصة وأكثر دعنا نبدأ بجولة سريعة في إنسايتس بنشماركينج أند آنالاتيكس استمد إنسايتس من البيانات الموجودة في واب أوف ساينس كور كولكشن يتم تضمين جميع إصدارات المجلات المفهرصة والكتب وأعمال المؤتمرات من 1980 إلى الوقت الحاضر يتم تحديث البيانات والمعايير شهريا يمكنك إنشاء تقارير مخصصة أو استخدام التقارير المعدة مسبقا للبدء إنسايتس سيستن ريبولز هي تقارير تم تكونها مسبقا ويمكن عرضها بنقرة واحدة سأختار كولابريشنز لعرض الرسوم جامعة دراكسل استخدم مربع البحث تخبرني كل قطع شيئا عن تعاون دراكسل مع البلدان والمؤسسات والمجالات البحثية الأخرى إذا كنت أرغب في رؤية البيانات الأساسية خلف الرسم البياني يمكنني النقرة فوق رمز الإعدادات لفتح قائمة الرسم إضغط View Data يمكنك بناء رسومك البيانية الخاصة وإنشاء لوحة حكم مخصصة استخدم إنسايتس لفحص البيانات من منظور الباحثين والمؤسسات والمناطق وتخصصات البحث والمنشورات ووكالات التمويل على اليسار اختر بين مجموعة من المحددات لبداية تحليلك الخاص بشكل افتراضي أنت تعمل عبر جميع البيانات المتاحة داخل الإنسايتس باستثناء Emerging Sources Citation Index يمكنك اختيار تضمين Emerging Sources Citation Index في التحليل الخاص بك عن طريق تحديد هذا المربع أنا مهتم بمقارنة المؤسسات داخل تحالف USB 10 الذي أنتج أبحاثا في الكيمياء الحيوية انقر فوق Update Results لبدء التحليل أريد الآن قصر التقرير على إظهار المؤسسات التي تحتوي على 100 ورقة بحثية على الأقل في السنوات الخمس الماضية والتي سأعينها باستخدام Web of Science Documents Streshold و Time Period Filter مرر فوق زر المعلومات لتذكيرك بالمحددات التي طبقتها إذا كنت بحاجة إلى البدء من جديد فانقر على Clear Filters رتب النتائج عسب أي مؤشر بالضغط على عنوين الأعمدة ركز مقارنتك من خلال تثبيت المؤسسات في أعلى القائمة وتخصيص المؤشرات المعروضة استخدم أيقونة الإعدادات للاستعراض من القائمة المتاحة ثم أضف المؤشرات إلى جدول البيانات سأضيف نسب التعاون الصناع إلى تحليلي قم بإعادة ترتيب المؤشرات في الجدول استخدم ميزة مقاييس الأداء لإنشاء مقاييس خاصة بالعناصر التي قمت بتثبيتها قم بإنشاء رسوم لهذه البيانات في أعلى الصفحة اختر نوع الرسم ومؤشر للقياس وعدد المؤسسات المطلوب تضمينها أستطيع الآن أن أرى كيف تقارن كل مؤسسة مع خط الأساس للنسبة المئوية للتعاون الصناعي يمكنني الآن إنشاء رسم للوحة التحكم أو تقرير مخصص آخر قم بتسمية الرسم وأضف أي ملاحظات وصفية تريدها ثم أنقر فوق كريايت انقر فوق أدت لتغيير كيفية ترتيب المربعات بالسحب والإسقاط شارك لوحة التحكم أو تقرير بالنقر على أيقونة المشاركة وإدخال عنوان البريد الإلكتروني للمستلم ورسالة اختيارية ستلقون نسخة من تقريرك في بريدهم الوارد جنبا إلى جنب مع إمكانية الوصول إلى إصدار مباشر للقراءة فقط في حساب إنسايتس الخاص بهم ترجمة نانسي قنقر